معي من فاريس الباحث الجامعي الجيوسياسي سيد لاغا شاقروش مساء الخير أهلا بك معنا سيد لاغا قبل أن نفند هذا الموضوع دائما ما يتم تقييم الحملات الاقتصادية لتشفيف منامع الإرهاب والعسكرية وإلى أين وصلت إلى ذا ما أردنا أن نضع على هذا السلم نتائج الحرب الإنترنت كيف تصنفها؟ هناك بالإجمال على مستوى دولي ومستوى أوروبي بالتحديد هناك نوع من ما نقدر نعبر عنه هناك نوع من الخلل أما بالنسبة للدول مثل ألمانيا وفرنسا وإنجليترا هناك قرارات تخذت وتدبير دقيقة في محاربة أولا أو مطالبة أو محاربة نفوذ داعش حول الشبكة العنكبوتية هناك كذلك عدة قوانين كثيرة بما فيهم الآن مثلا في فرنسا هي الخروج من حالة الاستنفار إلى تدبير في القانون العام لمحاربة نفوذ ودعاية وتمويل عبر الشبكة لأن الشبكة العنكبوتية الشبكة الإلكترونية هي أساس وسيلة التجنيد والدعاية والتمويل لداعش بقيت أن المفوذية ركبت القطار التحقت بموجة أو بالتدبير التي نفذت بما فيها ما ذكرت في تقريركم بأن أزيد من ألاف الحسابات الإلكترونية وبعض الإذاعات أو الأبواق داعش إلى أي درجة ممكن السيطرة على ما تم أصلا وما استفادت منه واستغلقته الجماعات المتطرفة على مواقع التواصل سيتم إلغاء كل المحتوى الإرهابي وفق جاركات عالمية طبعا فيسبوك تويتر ومايكروسوفت ولكن ما تمكنت من الوصول إليه للأسف إلى أي درجة ممكن المساهمة على الأقل في تخفيف ضراره تفضل على مستوى الدول تفطنت الدول في بداية من 2015 كل الدول بما حصل دول الكبرى في أوروبا تفطنت إلى الضرر وقوة التجنيد والتمويل والدعاية لداعش فضربت حقيقة هناك ما يعتبر ملاحقات قضائية لكل العناصر المرتبطة بداعش من خلف حساب إلكتروني أو مواقع اجتماعية لكن نقطة الضعف والتي استغلتها داعش لهذه الساعة هي على المستوى الأوروبي هناك أقمار صناعية ما زالت تبث دعاية داعش هناك ما يسمى ببعض الشبكات الأوروبية التي ليست الدول المهنية لها التحكم في تقنيات غلق الحسابات ما زالت تعمل لذلك قرار الهيئة الأوروبية من أجل ضرب تمدد داعش في الشبكات الاجتماعية والعنكبوتية حتمياً في اعتقادي ناتج لما أتت به الأمور صحيح وحتى أنه تأخر ربما لكثيرين اليوم تأخر هذا تأخر كثير تأخر كثير رغم إلا النتائج على مستوى الدول مثلاً لو نأخذ فرنسا فرنسا لا يمكن الآن أن لأي شخص في مواطن فرنسي فرنسي من أصول إسلامية أو غير إسلامية لا يمكن له أن يكون له الارتباط مباشرة من الشبكة الفرنسية لكن يمكن له أن يخرج من الشبكة الفرنسية بشبكات دولية أو شبكات أوروبية الآن أتى القرار من أجل غلق النافذة الأوروبية لماذا؟ لأنه باتت جماعات الإرهابية على حافة الانهيار الحقيقي فأرادوا بقطع هذا حتى على وجودهم على الإنترنت لماذا الآن؟ إذا كان البعض ربما يقول بأنه عندما جاء التهديد للدول الأوروبية قررت وبعض الضغط على هذه الشركات قررت القيام بهذه الخطوة لا لأنه ليس بجديد أيضاً عملية الإرهابية في أوروبا والدول الأجنبية لا القضية متعلقة بحقوق الإنسان لو نأخذ مثلاً أعطيك مثال بسيط هي قضية قوائم المسافرين أو الطائرات في بعض البلدان اتخذ القرار بأنه لابد من جعل متابعة المسافرين مثلاً من فرنسا إلى تركيا إلى الأماكن المتواجد فيها داعش من الرقة والموسن لكن المفوضية ترفض لأسباب حقوق الإنسان وكل المواطنين لهم الحق أن يعرفوا وأن لا يعرفوا أن يتصلوا وأن لا يتصلوا فهذا الجدل الذي دام لمدة سنتين ذرة وأحقوق الحفاظ على الأمن والخصوصية الحفاظ على خصوصية من ليس له علاقة صحيح هذه الإشكالية بما ذلك أن القرار بالنسبة للمهوضية هو قرار جماعي يلزم الدول كل الأعضاء فالشكلية صعبة باتخاذ القرار أما الآن الأمور صبحت واضحة بعد هزيمة داعش في الموسن وهزيمة داعش المرتقبة في فرقة تصفيت بعض القيادات الآن تفطنت أن الخطر الإعلامي ووسائل الشبكة شبكة الإنترنت من أبرز الجذور يعني جذور الانتشار بالنهاية هناك اكتسبت عقول شباب كثيرين غرر بهم أنا أشكرك جزيلا من باريس الباحث الجامعي الجيوسياسي شكرا جزيلا لك سيد لاغاشا قروش